يا خرب بيتك يا إبراهيم يا نصبتك الشودة اللي حلت فوق دماغك والدماغ اللي خلفوك يا إبراهيم صحتك يا أخويا صحتك يا أخويا الغلعة الكل يا أخويا هي فعلا الفاتورة الثالية عالية أو الشهر ده 45 جنيه متى واحدة ونص 45 جنيه ونص حسبي الله ونعم الوكيل فيكي وفي بنتك تبت حاسبا عليا أنا وبنتك لم تقلصوا الضغط عليا حرام عليكي ليس يا حاسبا ده أنا هروح وأكنس عليكي سيدة زينة وسادنا الحسين ربنا انتقم منك أنت وبنتك في يوم واحد قادر يا كريم يا أخويا إيه ده إبراهيم أنت بتدعني عشان فاتورة كهرباء حرام عليك يا أخي خلاص غلقتنا ومش هنكررها غلقتنا ومش هنكررها حرام عليك وده أنا أعمال ألف وراكو في البيت زي إنها أحلى وقال له تفين النور هنا تفين النور هنا وإنتوا مالأنتوا هنا طبعاً وانت دفع شيء من جيبك يا أختي عندك حق عندك حق عندك حق إشحالة ما هتجنن عمال أفكر إشحال بتغير في السنة مرتين كس الملح على العداد كانت الفاتورة ترقيت كم بقى الشهر ده إيه ده؟ ماذا لكو تغيروا الملح؟ أنا مش منبع عليك يا أوليا أنت وبنتك محدث يغير كاس الملح دي قبل ست شهر على القلب صح صح يا أخويا صح إذا حصل بقى؟ معلش معلش وطي صوتك يا أخويا هنتفدح اتجران سمعين صوتك هتجرسنا يقولوا علينا إيه؟ بخلق؟